مراكز الشباب يكون لها دور كبير جدا الشباب اللي داخلين مراكز الشباب كان مواقع العربيات في هذه القرى لان هي دي الفئة والطبقة اللي بتحتاج ان هي تسخي المهاراتها في المجالات المختلفة كمان نعلمها حرفة او نطور قدرتها في الحية النهاردة موجودين في هيئة صادق قاهرة لإطلاق هذه المبادرة فاحنا موجودين من هيئة صادق قاهرة وكمان تواجد كل مراكز شباب مصر وكمان كانت الشبابية اللي بتشارك في هذه المبادرة في توجيهات دايما رئاسية باهمية التمكين الاقتصادي وبخفض نسبة البطالة وبالوصول الى خدمات خدمات مالية او خدمات تدريب او خدمات اتاحة اصول انتاجية او اتاحة فرص اقراض للأسر الفقيرة او الأسر غير المتعطلة عن العمل لا يجوز ان تبقى أسر متعطلة عن العمل دون ان يمتد إليها ايدي الدولة ولذلك فيه توجيهات للوزارات المعنية بملف الفقر او بملف ايجاد فرص عمل سواء كانت القوى العاملة التضامن الاجتماعي جهاز تنمية المشروعات ايضا فيه مشروعات بوزارة الشباب فالحقيقة كل الوزارات بتنهض للتوسع في التمكين الاقتصادي للأسر ترجمة نانسي قنقر